اشتركوا في القناة من العام 2020 وبرعاية الوسيطة الأمثل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار قد تمكن من اختراق مستويات الواحد فاصلة 18560 والثبات أعلاها معززا بهذا الصعود بالثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم الذي دفع الأسعار إلى الأعلى وحاليا تحاول الأسعار بعد تحقيق مستويات الواحد فاصلة 19 ألف الاتجاه إلى مستويات الواحد فاصلة 19 ألف وخمسمائة ومستويات الواحد فاصلة 20 ألف خلال التداولات القادمة ولكن نلاحظ أن السعر يقترب حاليا من منطقة مقاومة ثانوية قوية جدا عملت على رد الأسعار أكثر من مرة سابقة لو لاحظنا في الثالث والعشرين من نوفمبر وفي الثامن عشر من نوفمبر وأيضا في التاسع من نوفمبر والسادس من نوفمبر كانت الأسعار تصل إلى ذات المنطقة وتنهار إلى مستويات الواحد فاصلة 18 ألف وخمسمائة وستون ونلاحظ أن الأسعار حاليا تتداول بالقرب من مستويات التشبعات الشرائية بالقرب من مستويات الثمانون إذن أخواني العزاء يجب علينا الحذر في الشراء من هذه المناطق ولا نفكر بالشراء إلا في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستويات الواحد فاصلة 19 ألف والثبات أعلىها فحينها سوف يسيطر الزخم الصاعد على الزوج ونشاهد الصعود قد يصل إلى مستويات الواحد فاصلة 20 ألف أما في حال أن الأسعار فشلت في اختراق مستويات الواحد فاصلة 19 ألف قد نشاهد بعض التصيحات والتراجعات لعادة اختبار مستوى الدعم الماثل عند مستويات واحد فاصلة 18 ألف وخمسمائة وستون وبشكل عام نحن نؤيد السيناريو الصاعد الإيجابي الذي يستهدف مستويات الواحد فاصلة 20 ألف وشرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات الواحد فاصلة 18 ألف وخمسمائة وستون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الباوند دولار قد نجح بالفعل بالتماسك أعلى مستويات الواحد فاصلة 33 ألف ونجح بالثبات علىها وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحاليا يقترب من مناطق المقاومة المحورية الماثلة عند مستويات الواحد فاصلة 34 ألف وفي حال تمكنت الأسعار من استيناف الصعود واختراق مستويات الواحد فاصلة 34 ألف قد نشاهد الأسعار تصعد وتستأنف في المسار الصاعد إلى مستويات تاريخية جديدة قد تصل إلى مستويات الواحد فاصلة 35 ألف خلال التداولات القادمة أما فشل الأسعار اختراق مستويات الواحد فاصلة 34 ألف قد تدخل الزوج في موجة صيحية هابطة قد تصل إلى مستويات الواحد فاصلة 33 ألف مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونلاحظ أن زوج الباوند ين قد استأنفى الصعود عندما اخترق مستويات 138 وحاليا يقترب من تحقيق الهدف الأولي الماثل عند مستويات 140 حيث أن هذه المنطقة منطقة 140 تمثل منطقة مقاومة قوية جدا عمدت على رد الأسعار أكثر من مرة في الرسوم البيانية السابقة ونلاحظ أيضا في 11 من نوفمبر بمجرد ملامسة الأسعار لهذه المقاومة بدأت الأسعار في الهنهيار والعودة إلى مستويات 138 وإذن إلى أن يتجه هذا الزوج في حال تمكن من اختراق مستويات 140 والثبات علىها فحينها سوف يسيطر الزخم الصاعد ويستهدف مستويات 141.500 أما فشل اختراق مستويات 140 والارتداد منها قد يعيد الزوج إلى تكوين موجة صحيحية هابطة قد تعيد اختبار مستوى المتوسط المتحرك مجددا بالقرب من مستويات 138 إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أخواني العزاء أن الزوج قد نجح باختراق مستوى المقاومة الماثل عن مستويات 0.72883 والذي يلتحم معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي كون سد منيء لكسره والهبوط دون هذا المستوى وشاهدنا الارتداد ونجاح الاختراق والثبات أعلى هذا المستوى وحاليا الأسعار تحاول بموجة الصحيحية هابطة أو ببعض التحركات العرضية إثر وصول الأسعار إلى مناطق تشبعات شرائية قوية جدا فمن الممكن أن نشاهد بعض من التصحيحات الذي قد تصل بالقرب من مستويات 0.73 ألف ومن ثم قد نشاهد استئناف الصعود مجددا لاستهداف مستويات 0.74 ألف و75 ألف خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 0.72 ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونلاحظ أخواني العزاء أن الأسعار فشلت في كسر مستويات المية واربعة وإذن في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى المية واربعة قد نشاهد محاولة الصعود واستئناف الموجة التصحيحية الصاعدة الذي قد تصل إلى مستويات المية وخمسة ومن ثم من الممكن أن نشاهد انهيار الأسعار مجددا إلى مستويات مية واربعة ومستويات المية وثلاثة فاصلة خمسمية وشرط حقق السيناريو السلبي الهابط الذي يستهدف مستويات المية واربعة ومية وثلاثة فاصلة خمسمية هو ثبات الأسعار أسفل مستويات المية وخمسة فاصلة مية وستعاش ويفشل السيناريو الهابط والاتجاه الهابط في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستويات المية وخمسة فاصلة مية وستعاش والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية وشاهدنا أخواني العزاء بثبات الأسعار أعلى مستويات 7.79 نجح الزوج بتحقيق الهدف الأولي الماثل عند مستوى 8 ليرات للدولار الواحد ونشاهد أن الأسعار قد وصلت إلى مناطق تشبعات شرائية قوية جدا بالتزامن مع وصول الأسعار إلى منطقة المقاومة المحورية الماثلة عند مستويات 8 ليرات فحاليا إلى أين يتجه هذا الزوج في حال تمكنت الأسعار من السيطرة على الزخم الصاعد واختراق مستويات 8 ليرات والثبات أعلىها فمن الممكن أن نشاهد استئناف الصعود بشكل قوي جدا إلى مستويات 8.20 و8.30 خلال التداولات القادمة أما فشل الاختراق والارتداد والتصحيح من هذه المستويات قد تدخل الزوج في موجة تصحيحية هابطة من أجل أخذ العزم للصعود تستمر إلى القرب من مستويات 7.79 وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 7.79 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين قد نجح بالفعل بتحقيق الهدف الأول الماثل عند مستويات 19.000 دولار واقترب من تحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 20.000 دولار لهذا الأسبوع وشاهدنا الأسعار يوم الأمس نجحت بالوصول إلى مستويات 19.500 دولار للبيتكوين الواحدة وحاليا وصلت الأسعار إلى مناطق تشبعات شرائية قوية جدا من الممكن أن نشهد بعض التصحيحات التي قد تصل إلى مستويات 18.500 دولار ومن ثم قد يستأنف السعر المسار الصاعد ويحاول العودة لتحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 20.000 دولار خلال التداولات القادمة ونؤكد أن البيتكوين لا يزال التداول في ظل الاتجاه الصاعد وفي ظل القناة الرئيسية الصاعدة وتداولاته على المتوسط المتحرك تعزز فرص العودة وشرط حقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 18.000 دولار إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر